ما جرى كان معادياً للإسلام جملة تلخص اعتذار ستوك هولم الذي يبدو أنها أجبرت عليه على مضض بعد أيام سادها غضب واستهجان عربي وإسلامي وحتى دولي واسع جرأ سماح السويد لمتطرف من أصل عراقي ينتمي لميليشيات متهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في نينوى بتنظيم وقفة للإساءة للإسلام عبر إحرق نسخة من القرآن الكريم اعتذار السويد جاء بعدما دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ تدابير جماعية لمنع حوادث الإساءة للمصحف وفقاً لصحفة الجارديان البريطانية في وقت اعتبر البعض الآخر الاعتذار منقوصاً بعدما أوردت ستوك هولم ضمن بيانها بأن ما جرى كان ضمن إطار حرية التعبير والتي يكفلها الدستور هذه الإشكالية تؤكد بحسب قانونيين وحقوقيين بوجود مصالح سياسية في قرارات السويد والتي يمكنها أيضاً أن تلغي مثل هذه الأفعال أو غيرها بحال تهديد مصالحها وأمنها القومي وبرأي المسلمين المقيمين في السويد فإن الحكومات السويدية المتعاقبة تساهم بتأجيج مشاعر العداء عندما تصر على عدم الاعتراف بهم ما يزيد من حدة خطاب التمييز والكراهية والعداء ضدهم فيها أقليات حصلت عن هذا مثل الأقلية اليهودية منذ 200 سنة حصلوا على حقوق واعتراف لهم كأقلية المسلمين رغم عددهم الكبير ليس لهم الآن هذه الصفة صفة أقلية دينية في السويد على الجانب الآخر يظهر أن الغضب الشعبي وحملات المقاطعة فضلا عن الضغط الذي مارسته منظمة التعاون الإسلامي ودول إسلامية أخرى كانت عوامل مهمة للاعتذار الخجول من قبل السلطات السويدية لكن الخطر الأكبر بحسب موقع ستارتفور الأمريكي لا يزال قائما بسبب تصاعد تيار اليمين المتطرف في عمو الدول الأوروبية وعدم قدرة الحكومات على مواجهته بشكل حاسم ما يشكل تهديدا للمجتمعات الديمقراطية في أوروبا نفسها ويزيد الاستقطاب السياسية ضدها ترجمة نانسي قنقر